السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام بكم متابعنا الكرام. معكم اخوكم محمود ابو الدنيا. اه طبعا اه النهاردة زي ما عادنا حضراتكم معنا الشاشة دي شاشة جاك اتنين وتعتيون بوصة. فيها مشكلة اضاءة. طبعا البيانات هتظهر زي ما انتم شايفين كلمة جاك زهرة معي يعني شغلت الشاشة. زهرت معي اسم الشاشة معي. معنا كده ان الشاشة اطع اضاءة شغلها بيانات لكن مش شغلها اضاءة. يعني لو وصلتها مجد تشتغل معك صوت. وما تشتغلش صورة. طبعا اه الموضوع ده منتشر فيه. اه معظم الموديلات اللي هي ال ال ا دي. معظم شاشات ال ا دي. ان الشاشة بتشتغل صوت وبتقطع تقطع معك صورة. وده بيبقى ناتج من سببين. اول سبب وبنسبة تمانين في المية ان الشاشة يكون فيها عطل للدات. تاني سبب ان الشاشة تكون فيها مشكلة فيه الميني الرقاصية او البردرقاصية في مشكلة في دارة او دارة الاضاءة. ما تكونش مخرجة التشغيل للدات. وبكده بتسبب في ان الشاشة ما بتشتغلش معك اضاءة. يبقى الشاشة فصل اضاءة يبقى فيه حكتين معك اما للدات او في مشكلة في الاضاءة موجود في البردرقاصية في طبعا احنا هنفق الشاشة زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وهنبدأ. هنبدأ كده. زي ما انتم شايفين حضراتكم هنفق الشاشة. بالطبع انتم شايفين انا نجري الفيديو شوية. علشان مناخد شوية افكي الشاشة لانا بتاخد معنا وقت الفك والتركيب. فطبعا الفك والتركيب مش صعب على آآ المبتدئين. طبعا انا بشاركي الفيديو طبعا علشان الناس المبتدئة ازاي يعرف يغير للدات او يغير مساطر او يحل لمشكلة الاضاء لما يكون عنده مشكلة في الاضاءة في الشاشة. فطبعا حبيت اشارك فيديو فك الشاشة من الاول علشان نسمو ابتدئين يعرف ازاي فك الشاشة. زي ما انتم شايفين حضراتكم انا فكيت الظهر اللي وراه. خلعت الكابل بتاع اللدات. عشان الاختبار للدات الشاشة شوفها شغالة او مش شغالة عشان لو شغالة يمكن يبقى في مشكلة عندي في انفرتر الاضاءة اللي موجود في البردة. شغالة مش شغالة يبقى كده العيب يعيب للدات قبل ما فك الشاشة وفك البنل طبعا بتاخد وقت معنا فاحنا عشان نقتصر الوقت. لازم انا ايس اللدات بتاحت الاول او المساطر الاول. لو اشتغلت معايا. خلاص مفيش مشكلة بقشوف الانفرتر عنده ايس جهده الانفرتر. واحنا ان شاء الله هنقيس الجهدين. هنقيس المساطر مشوها شغالة او مش شغالة. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. انا خلعت فيش بتاع اللدات زي ما انتم شايفين او المساطر اللدات المسترطين. وهبدأ اوصل كابلات التستر معايا. الزائد مع الزائد الاحمر مع الاحمر. والسود مع البيض. ده زي ما يتوصله صح عشان دي. وزي ما انتم شايفين حضراتكم ما فيش اي سحب على التستر معايا هو. التلتميت فولت موجودة زي ما هي. ومعنى ان ما سحبيتش معنى كده ان اللدات مش شغالة او مش واصلة. لان حتى لو اللدات مش شغالة كان هيبقى في اي سحب. واللدات دي متوصلة على التوالي. يعني لو مسترعة فصلت. هتفصل معاك الشرطين. ودور الشرطين الشريت ستة فولت. فيه ستة اللي هي مساطر الجاك. وطبعا دي هيو متوفرة كتير في السوق. علشان لو فكيتوا على حاجة ما تعملش اتعادلات. هنبدأ كده ما احضراتكم انقيس خرج الانفورتر في البوردل اوه. زي ما انتم شايفين الشاشة في وضع تلاتة وتعاتين فولت. لو شغلت الشاشة دلوقتي المفروض الفولت رفع معايا المية وحاجة رفع معايا المية. مية وحاجة ونزل تاني. زي ما انتم شايفين واحد وتمانين تمانية وسبعين بيبدأ ينزل لان ما فيش مساطر ركبة او ما فيش جهد جهد تشغيل. ما فيش مساطر ركبة معايا. يعني اه ثم المساطر مش ركبة في الشاشة او الكابل او مساطر محروقة الانفورتر ده. ما بيشتغلش بيبدأ اريح تاني الفولت بعد ما بيطلع الفولت التشغيل بينزل تاني واحدة واحدة لحد ما يوصل لتلاتة وتعاتين فولت اللي هو الجهد الاساسي اللي بيشتغل عليها الانفورتر. طبعا الانفورتر ده بيشتغل على تاتة وتعاتين فولت. او اربعين فولت. يعني تلاتين فولت واربيعين فولت. وبيخرج معي من من تسعين لمية وعشرة. عشان شغال الشراطين الليد اللي موجودون عندي في الشاشة. فطبعا لازم نقيسه الجهد اللي خارج ده الجهد قبل وعلى وضع ستان دو باي تلاتة تلاتة تلاتين فولت زي ما انتم شايفين لو فتحت الشاشة كده هيرفع معي المية وعشرة وابتدى ينزل اهو. كده معي شغال ما فيش اي مشكلة. اصبحت المشكلة عندي كده في الليدات الليدات اسناها في الاول زي ما شفتو حضراتكم مش شغالة. والانفرتر شغال معي. ده ده فيشت الانفرتر عشان تعرف حضرتك هتقيس ازاي? عندك زاد ونقص. هتستخدم كابلات الافو كده وتصبت الافو على الوضع. وهتقيس الخارج ده. فهو الوضع العادي ووضع التشغيل. بعد كده هنيجي حضراتكم بقى نفك البنل بتاعتنا. طبعا البنل هنا المصدر هتلاقي فيه دبل فيس من تحت. ده هتبقى بالراحة كده واحدة واحدة انت بتفك فيه. زي ما انتم شايفين حضراتكم. انا بحاول اشارك كل معلومة مفيدة علشان الناس تستفيد. الناس بفك الشاشة الاول مرة بتبقى واحدة واحدة كده بقطر او بحاجة. هتبدأ تسلك تحت التيكون كده. او المصدر بتاع البنل واحدة واحدة. بقطر كده الحد ما تشير الدبل فيس ده لازجو شديد شوية. فطبعا لو حبيت تشيره كده بدون ما تتعمله بالقطر او بتعمله بحاجة حده. ممكن يتسبب في تمزق الكوف معك. فانت حرس وانت شغال حتى بتشيل بقطر او بتنضف بقطر كده حرس. ربما كتر يعدي معك في الكوف اللي هو في النص ده. يقطع معك الكوف. حرس من المواضيع دي. وزي ما انتم شايفين حضراتكم انا شغال واحدة واحدة او مع ان الفيديو مصرعه شوية. لكن انا شغال ابطع من كده. انا مصرع الفيديو عشان ما اضعحش واحدة حضراتكم. هنبدأ كده واحدة واحدة زي ما انتم شايفين او. والتصوير مش مزبوط شوية عشان ما فيش حد معايا بس. وطبعا لازم اني بقى مقرب واني بفك الكوف معايا كده. فطبعا نمسك التليفون بييد وبصور بييد. فاعزرنا للتصوير ده. وطبعا موضوع ما تغيير للدات. فمش محتاج تركيز كاميرا قوي يعني. زي ما انتم شايفين انا جبت الازقة حطيتها على المصطرة علشان اما قلب الشاشة وفك كلبسات البرواز الخارجي وابدأ افك البانل. المصطرة ما تلعبش معي وتسبب فيه قطع وتسبب في مشكلة وتسبب فيه ان الكوف يحصل فيه مشكلة. هتحصل معي خطوط عامو دي ولا حاجة او الشاشة تلتع بيانات معي عشان كده انا لزقت المصطرة تاني مكانها بحيس يبقى لازقة خفيف اعرف اشيل اللازق اللي انا احطيته ده. بعد ما فك البانل بسهولة. انما اللازق التاني ده كان لازم البانل تبقى بالوضع ده عشان افكه. هبدأ كده اشيل الكليبسات الجانبية دي. تاع البرواز الخارجي. هفكوا واحدة واحدة. طبعا براحتك بقى في المنطقة دي لحد ما تفك البرواز وتطلع البانل خليك يعني براحة خلص انا هنا بفيديو ممكن سريعش حاجة بسيطة علشان الوقت بتاع الفيديو كان طويل طبعا لان انا باخد وقت لحد ما بفك البانل من مكانه علشان ما تسببش في مشكلة وحضراتكم طبعا عارفين ان البانالات غالية. فلازم ان تبقى ضخيك شوية وانت بفوق البانل وتبقى آآ هاد شوية وزهنك صافي لان الشغل عندنا لازم ان يبقى زهنك صافي من كل شيء لان اي مشكلة عندك او انت متوتر او في مش مزبوط نفسيا بلاش تشتغل في الشغل بتاعنا ده وانت مش مزبوط نفسيا الا ازا كانت نفسيتك مرتاحة وزهنك صافي علشان تقدر تشتغل وعلشان ما تسببش في اي مشكلة طبعا فكيت البانال زي ما انتم شايفين حبراتكم هبدأ الزق الشريط اللي انا فكيته تاني على البانال من الخلف كده بيحس المستقل ما تروحش معاني هاد تاني وتسبب معايا في خطوط لان الكوف زي ما شرح لنا حضراتكم في فيديوهات قبل كده الكوف اللي في النص ده بيبقى في اي سي آآ درايفرات وده اي سي وبيسخن وطبعا بيسخن الكوف معاه فبيتحمس الكوف ومجرد مع فرات الكوف بيبدأ الكوف يفصل معاك ويتبدأ الشجيب خطوط فاحنا نواهنا قبل كده عن الموضوع ده وبننوه التاني واحنا بنفك الشاشة عشان الناس مبتدئين برضو لو ما شايفوش المعلومات دي ما دير من شركة تاني بعد كده هتفك الخارجي بكل سهولة كله بلاستيك وكله كليبسات ما فيش هي مشكلة هتفك معاك بكل سهولة وكده زي ما انتم شايفين حضراتكم الشاشة الجاك اتنى وتعاتين بوصة فيها مسترطين كل مسترة ست ليدات الليد ستة فولت يعني المفروض المسترة دي بعد ما قسها هتديني ستة وتعاتين فولت لكن هي ما بتدي ستة وتعاتين فولت ممكن تديك اتنين وتعاتين تلاتة وتلاتين اعلى حاجة تبقى اربعة وتلاتين فولت في المقاس بتاعها طبعا المقاس بيتروح ما بين اتنين تلاتة فولت كده في ياس المسترة وشغلها فانت لو استهب بالتسطرة لها مخرجها معاك حوالية تلاتة وتعاتين فولت يعني هتحسبوهم الاتنين هتلقون ستة وستين او سبعة وستين فولت هنبدأ كده نشيل ورق الباك الاية ده والمساطر زي ما انتم شايفين حضراتكم مسترطين اوه طبعا انا قبل ما اعمل اياه حاجة لازم اتأكد ان المساطر فعلا تلفى هاعرف المساطرة تلفى واعرف المساطرة ربما المساطرة ثلاثة فولت وانا هركب ستة فولت لكن المساطرة دي ستة فولت فايس المسطر اللي هتركب لنازم لازم ان تبقى نفس اللدات ونفس الفولت بتاع الليد. يعني لو ركبت مسطرة تلات مسطرتين تلاتة فولت هنا ستة ليد. هيتحروا معك بسهولة لان فولت خارج الانفورتر عالي حوالي مية فولت او مية وعشرة طبعا اعلى من آآ جهد التشغيل بتاع الليدات والمساطر. اللي هي تلاتة فولت فبتأكيد هيحرقها. نبدأ كده نجيب المساطر بتاعتنا التانية اللي هي الجديدة. طبعا نحاول تختار المساطر المساطر فيها انواع. النوع ده كويس نوع الانواع اللي في الظهر ده وفيه انواع بنص بنص سعر المسطرة دي. لكن المسطرة دي كويسة انا مجربها كويسة. مسطرة كويسة. فطبعا لازم ان تختار المساطر وما تسترخص علشان الشغلة ما يرجع لكش تاني. طبعا انا نبدأ كائس المساطر الجديدة اللي هربطها شوف نفس الفولت اللي مش نفس الفولت. الفولت معاية تلاتين والتلاتين نفس الفولت المساطر الجديدة اللي انا هركبها. لازم ان اختبارها لاول كده ووعرف الفولت بتاحها سابت او مش سابت يعني الفولت سابت مع اتنين وتعتين فولت او لو اتغير معاية ارافع على ارMoVT. خمسة وتعتين فولت ونزل ولتني وتعتين فولت ما تركبش المسترة دي. معشان المسترة لو الفولت بتاعها مش تسابت. تأكد انها مش تشغل معك كتير وهتتلف بسرعة. فلازم ان تتأكد ان المسترة الفولت بتاعها وانت بتقسها يبقى ثابت معك. يعني تراوحة الفولت ممكن تزيد فولت اتنين فولت وتنزل واحد فولت اتنين فولت. اعلى من كده في تفاوت فولت كتير معك. ما تركبهاش على المسترة معه تاتة وتعاتين فولت. لو المسترة التانية عطته مي خمسة وتلاتين. ومنزلت اتنين وتلاتين. ما تركبهاش. كده يبقى في مشكلة عندك في لد. اللد بيسحب فولت وبينزل تاني. معنى كده ان المسطرة مش هتقعد معك كتير فتأكد ان المسطرة صاحب ساحب الفولت بتاعها سابق معك. علشان تركبها وتعيش معك اكتر في مع الزبون او مع العميل. ان احنا طبعا عارفين ان المساطر الاصلية بتعيش اكتر من المساطر اللي بتركب دي. فطبعا لازم تلاقي المساطر نظيفة. او المساطر تكون جودتها كويسة. وتتأكد من اللزق اللي هو اللزق الحراري اللي موجود اسفل المسطرة. لو المسطرة موجود فيها لازق حراري تمام. ما فيش مستر ما فيهاش لازق حراري. لازم ان تركب لازق حراري. اسخل المسطرة عشان تلزق فلحوت كويس. والمسطرة اتبرد كويس. ما تشغلش فترة وتتحرق بسبب السخونة. وطبعا لازم ان تخفض فولت اللي ادات من السيرفيس منور او القوامة السرية. علشان طبعا الفولت اللي بيخرج هنا حوالي ممكن يخرج تسعين فولت لللدات. واللدات بتتغزع ستة وستين او سبعين فولت اقصى حاجة. فانت هتحول تنزل من تسعين مسلا لخمسة وسبعين فولت ولا حاجة بحيس الليد ما يبقاش داخله كهربا زيادة. تسبب في تلفه. وما بيبقاش ما يبقاش مضيق زوادعا لازم يسبب معك بقع في الشاشة. وما يسخنش كتير لان السخونة بتسبب في تلف الليد. فطبعا لازم ان تراعي الحاجات دي. وانت بتغير مساطر. يعني انت بتغير مسطرة لازم ان تراعي فولت التشغيل بتاع المسطرة. طبعا المسطرة غسلية بتتحمل شوية المساطر دي. فانت لازم ان تخفض الفولت شوية بتاع الشاشة من من السيرفز مانوال او الملقائنا السرية. وانحنا عندنا كزا فيديو لخفض فولت الاضاءة لمعظم الشاشات الصيني. لو احتاجت فيديو لزي تخفض فولت الاضاءة لاي شاشة معظم الشاشات الصيني. هتدخل عندنا على القناة تلاقي فيديوهات كتيرة تخص الشاشات دي. وطريقة تخفيض فولت الاضاءة من السيرفز مانوال. طبعا انا هنا بركب المساطر معي وزا انتم شايفين حضراتكم من شلط الدابل فيس. طبعا في مكان المسامير هنا. فلازم يبقى مكان المصمار الفتحة بتاع المصمار اللي موجودة في المسطرة تنزل قبل الفتحة اللي موجودة معي في الحوض. علشان ده في لازق ملزوق. ولو لزقت المسطرة اوه ما زبطتش مكانها هاجه اخلاحها بعد كده بصعوبة وممكن المساتتات تتلف معي. فطبعا لازم انا فتح الاول هنا اوه. هفتح بمفك كده مكان. البرغة او المصمير. اوه. زي ما انتم شايفين مكان المصمير. هابدأ اشل اللازق بتاعي. واللازق ده شديد شوية فانت لما بتنزله لازما يعني اتنزله مكان المصمير. تحاول تخلي كل حاجة ولا حاجتها يعني مكان المصمار انا بص حضرتك هحطه مفارقة اوه. ودخله في مكان المصمار. وفي الفتحة اللي معي وبنزل المسطرة معي على مكان فتحة الربط البرغة او المصمارة على طول. والنحية التانية نفس الوضع. الجنب التاني معي نفس الوضع كده زبطت ازا ما انتم شايفينه ولا زقت المساطر معي اوه. كده المساطر ركبت معي تمام. مفيش اي مشكلة. ورتبت الكليبسات مكانها. وطبعا الفتحات الجاية مكانها والمصمارة اللازقة كويس. حتى لو مركبتش مصمير او مربطتش على مصمير كويس. المصمارة تلزق معي في الحض كويس. المصمارة الاديمة ما كانش فيها ولا فيها حاجة. فعشان كده كنحط لها مصمير المصمار دي فيها وهنربط لها المصمير. علشان المصطرة الليمونية. فالحوض اللي تحتها ساج. فلما بتبقى ماسكة كويس فيه. بتبدأ تبرد اللمض او اللي ادات معي لان اللي ادات دي بتسخن. اللي ادات دي مش نورها كده عادي وخلاص. اللي ادات دي بتشتغل بتسخن وبدرجة حرها بترفع. طبعا انا ربطت المصامير لكن مشيت الفيديو شوية. ربطت كل المصامير. مشيت الفيديو شوية علشان ما ضيحش وقت حضراتكم. كده هابدأ احط ورقة الخلفية هابدأ اضبطه زي ما انتش شايفين كده. بعد ما زبطت اجيب البرواز البلاستيك ده ولازم انزله مكانه كويس ويبقى نازل مكانه كويس جدا. وتأكد من النقطة دي. علشان البرواز ده ما يبقىش رافع من جنب. وتيجي وتحط البنل بتاحتك وتيجي داس على البرواز الخارج اللي انت هتركبه فوق البنل يسبب معك في كسر البنل. فشباب وانتو شغالين بتقفلوا البرواز دي ما تستهيمت يعني ايه خليك مركز فيها شوية. حاول تنزل البرواز ده مكانه طبيعي. تحس ما فيش اي ارتفاعات في اي جنب ولا البرواز وكل الكليبسات نازلة مكانها. والورق ده نازل مكانه اللي هو ورقة الخلفية ده. وبنفس الترتيب. وتأكد ان الكليبسات مرياحة زي ما انتم شايفون حضراتكم انا بعمل يهو. بتأكد ان الكليبس والورقة اللي تحتيه مش عامل مشكلة في الكليبس. او في اي حاجة هترفع معي البرواز البلاستيكي ده. عشان كده زي ما انتم شايفين حضراتكم انا بحاول اراجع عليها طبعا يا خلت معي وقت لحد ما زبطتها علشان تنزل في مكانها كويس وكل الكليبسات تركب مكانها زي ما انتم شوفتها حضراتكم كده بعد كده بمسح مكان البانال اللي موجوده بعد كده هفك اللازق بقى اللي على البانال زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. وهبدأ نزل بانال مكانه. وطبعا فيه جلد كده او ثواند هتلاقيها في الجناب الجناب البلاستيك ده هتتأكد ان الشاشة سقطة او نازلة جنب السندات اللي هي البلاستيك اللي هي جلد ومطات كده هتلاقيه في حواف البلاستيك ده هتتأكد ان الشاشة نازلة من جميع الجوانب والشاشة نازلة مكانها مظبوط او البانال نازل مكانه مظبوط علشان ما تيجي تهكد البروازر خارجي ما بقىش في الاتفاع في البانال من اي منطقة تيجي ده اسعى البروازر خارجي البانال معك او تتكسر واحنا عارفين ان اسعار البانالات غالية. وكلنا بنعالي من المشاكل دي لان البانال بيتكسر معك اساسا من اهيك شيء وانت فكه كده. فطبعا يعني نقطة التقفيل دي لازم ان تركز فيها جدا وراحتك وانت بتقفل الشاشة. لان الشاشة زي كده لو اتكسرت معك بتضيع معك مجهود يعني كزا شاشة. احنا عارفين سعر البانال غالي عشان تغير البانال اللي زبون اتكسر معك سعره عالي. فهيضيع معك يعني شغلك اللي عملته في كزا الشاشة. فاحنا في غنى عن الموضوع ده فتركزنا شوية. هيوفر علينا يعني فلوس كتير اهيوفر علينا خسار كتير. وربنا يسطر علينا جميعا. وزي ما انتم شايفين حضراتكم انا قفلت معي اهو. هبدأ كده هعمل تست سريع قبل ما اقفل خالص. وشوف بتاعتي شغالة كويس. ولا مش شغال مساطر اضاء بتاعتها شغالة كويس ولا مش شغالة. علشان ما اتطورش هفك البانال تاني. ربما كليبس بتاعها كليبس بيعلق او حاجة. او مصطرفها مشكلة. فلازم ان اجرب الاول كده. قبل ما اقفل البانال تقفيل كامل عشان لو فيه مشكلة افك تاني. ان شاء الله ما فيش مشاكل. احنا كده جربنا المصطرف قبل كده وهنجربها تاني اخر. التست ده هنشوف. الشاشة معنا. وزي ما انتم شايفين حضراتكم مش شاشة اشتغلت بدون اي مشاكل ولا بقع ولا اي مشكلة معايا. وده كان فيديو من الفيديوهات اللي حبينا نشاركها معكم. علشان خاطر الناس مبتدئين. طبعا فيديوهات الادات دي كتيرة ومنتشرة كتير وتغييرها مش صعب يعني. لكن احنا بنحاول نشارك بعض التفاصيل عشان الناس مبتدئين. يبقى عندها خلفية عن ازاي يغير مساطر. وبكده هيكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. وتركوكم في رعاية اللي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.